وَأَسْتَعِينُ اللَّهَ فِي أَلْفِيَّةِ مَقَاصِدٌ نَحْوِ بِهَا مَحْوِيَّةِ بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صلِّ على نبينا محمدٍ وعلى آله وصحبه قال ابن مالك رحمه الله تعالى بالجر والتنوين والندى وأل ومسند للإسم تمييز حصل بتافعلت وأتت ويفعلي ونون أقبلن فعل ينجلي سواهما الحرف كهل وفي ولم فعل مضارع يلي لم كيشم معنى الأبيات البيت الأول يقرأ من آخره هكذا للإسم تمييز حصل بدخول الجر نحو هذا لزيد وبالتنوين نحو زيد وبالنداء نحو يا زيد وبالنحو الإنسان وبالمسند حين يسند لأنه لا يسند إلا إلى الإسم نحو قام زيد أسندنا القيام إلى زيد والبيت الثاني يقرأ من آخره أيضا هكذا فعل ينجلي بتافعلت إلى آخره أي يتضح بتاء فعلت المفتوحة للمذكر المخاطب أو المكسورة للمخاطبة أو الساكنة نحو قامت هند هذا للماضي وأما الأمر فيعرف بقبوله يا المخاطبة نحو افعلي كما ينجلي بقبوله نون التوكيد في نحو أقبلن يا زيد وسوى الاسم والفعل الحرف مثل هل وهي تدخل على الاسم والفعل والحرف وفي وهي لا تدخل إلا على الاسم ولم وهي لا تدخل إلا على الفعل الفعل المضارع ثم ذكر علامة المضارع فقال فعل مضارع يكون بعد لم نحو لم يشم ولم يسمع وإلى لقاءة أخرى ترجمة نانسي قنقر